موسيقى السادسة تماما أهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام إلى موجز لأهم الأنباء قال نائب ثاني لرئيس مجلس النواب بشير الحداد في بيان إنه طالب مجلس الوزراء بالتريث في تنفيذ الاتفاق المشترك في قضية تقاسم أملاك وزارة الأوقاف وشؤون الدينية الملغات بين الوقفين السني والشيعي مشيرا إلى ضرورة العودة إلى رأي الفقهاء وأهل الاختصاص في الوقفين والإسراعي في تعيين رئيس للوقف السني بالأصالة ليقوم بالبت بالأمر وفق أسس قانونية والحجج الوقفية والأدلة والقرائن الثبوتية داعيا إلى أن يكون القضاء هو الفيصل في حسم موضوع الأوقاف حفاظا على السلم والتعايش المجتمعي أعلن عدد من العلماء في الموصل عن رفضهم قرار تقسيم الأوقاف ومصادقة رئيس الوزراء مصطفى الكاظم عليه حيث قال مدير أوقاف نينوى أبو بكر كنعان إن قرار تقسيم الأوقاف ليس المحاولة الأولى وسبق أن طرح هذا الملف خلال الأعوام السابقة التي تلت سقوط النظام السابق مشيرا إلى أن علماء نينوى والعراق من مختلف الهيئات سبق لهم أن رفضوا هذه المحاولات وأكدوا حرمتها شرعا من جانبه قال الشيخ محمد الشماع إن قرار التقسيم وعد لمن لا يملك لمن لا يستحق مشيرا إلى أن القائمين على هذا القرار لا سند شرعي أو كانونيا لهم أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل 14 مسلحا مواليا لإيران في ضربات جوية استهدفت مواقعهم شرق سوريا أورد المرصد أن الطائرات الحربية التي رجح أنها إسرائيلية شنت أكثر من عشر غارات على مواقع الميليشيات موالية لإيران في ريف مدينة البوكمال المحاذية للحدود العراقية في ريف دير الزورة الشرقي ما أسفر عن مقتل ثمانية عراقيين وستة أفغان على الأقل من تلك المجموعات أفد مصدر أمني مسؤول بسقوط ضحية وإصابة آخرين بجروح جميعهم من عناصر الجيش بتفجير استهدف أو استهدف عجلة كانت تقلهم بين قريتي الجرن والفارسية ضمن ناحية حمام العليل الواقع جنوب الموصل وأكد المصدر أنه لم يتبين إلى الآن إذا ما كانت العبوة حديثة الصنع أو من مخلفات داعش أعلنت قيادة شرطة نينوى عن القاء القبض على عناصر من داعش وذكرت القيادة في بيان إن قوة مشتركة وبناء على معلومات مؤكدة ومن خلال تعاون المواطنين تمكنت من القاء القبض على ثلاثة من عناصر داعش مبينة أنهم كانوا يعملون بصفة مقاتل فيما يسمى ديوان الجند والمعسكرات العامة وفرقة الفرقان خلال فترة سيطرة داعش على الموصل أضف أنه تم القبض عليهم في مناطق وأحياء المفاق والتأميم في أيسر الموصل قال الأمين العام للاتحاد الإسلامي لتركمان العراق جاسم البياتي إن مدير مكتب المفاوضية العليا المستقلة للانتخابات في محافظة كاركوك حزبي ومتهم بتزوير الانتخابات البرلمانية والمحلية في الدورات السابقة مبينا أن هناك محاولات لتغييره بشخص مستقل حتى وإن كان كرديا لكن شرطا لا يكون متحزبا وأكد أن الإبقاء على الشخصية الحالية يعني أن هناك ضغطا كرديا على المفاوضية العليا للانتخابات للإبقاء على المدير الحالي لفتا إلى أن هناك تحركا باتجاه مجلس النواب ورئيس الوزراء من أجل استبدال المدير الحالي لكن جميع الأسماء المطروحة حاليا متحزبة أيضا وهذا ما لم نقبل به لذلك نصر على المستقل وإن كان من أي قومية أخرى تستمر تغطية الموصلية لعمل مراكز التحديث البيومتري في المدينة حيث تجولت الكاميرا في مركز أبو تمام الانتخابي بعيمن الموصل والتقت بعدد من المواطنين الذين أشاروا إلى انسيابية وسهولة عملية التحديث دعينا أقرانهم للإسراع بتحديث البطاقة البيومترية للمشاركة في الانتخابات المبكرة المقبلة لاختيار النزهين والكفؤين وإقصاء الفاسدين عن المشهد السياسي في المحافظة من جانبه أشار أحد موظفي مفاوضية الانتخابات إلى أنه يتم استقبال المواطنين طيلة أيام الأسبوع من الثامنة صباحا وحتى الثالثة عصرا مشيرا إلى أنه فور صدور البطاقات يتم التواصل مع الناخبين لتسليمهم بطاقاتهم قال رئيس كتلة النهج الوطني نيابي عمار طعمة أنه من الضروري متابعة مصادر الإرادات غير النفطية التي يمكن أن توفر أموالا طائلة للخزينة العامة ومن مورد واحد فقط باتباع الإجراءات الآتية وأكد على ضرورة إعادة العمل بالنشرة التفصيلية للبنك المركزي التي تذكر بمقدار مبالغ الدولار المباعة لكل مصرف والتحقق من وقعية نشاطها المتناسب مع شراء تلك المقادير من الدولار وتابع طعمة أن الفرق بين سعر الدولار المباع من البنك إلى المصرف الوسيطة سعر الدولار المباع في الأسواق تصل إلى أكثر من 4% من مجموع المبلغ الكلي المباع من الدولار مبينا أن مبيعات البنك المركزي من الدولار تقارب 4 مليارات دولار شهريا فمعنى ذلك أن 4% من المبلغ تساوي 160 مليون دولار شهريا تذهب أرباحا للمصرف الوسيطة دون عمل أو نشاط انتاجي أو تنموي يذكر أعلنت وزارة الداخلية اختراق وتفكيك شبكة تزوير في هيئة تقاعد كلفت جرائمها وتحايلها الدولة أكثر من 30 مليار شهريا لافتة لأن الشبكة ألفت من 29 متهما أو متهم موظفين ومعاقبين وقالت الوزارة في بيان أن الشبكة قامت بعمليات تزوير وتحايل على القانون تتلخص بإصدار هويات تقاعدية للمواطنين ومنحهم رواتب تصل إلى 8 مليون دينار عراقي وفروقات مالية كبيرة تصل في حدها المتوسط إلى 260 مليون دينار عراقي دون استحقاق قانوني وأكدت أنه بعد تشكيل فريق عمل من وكالة الاستخبارات وتمكنه من اختراق شبكة تزوير وتوثيق عملياته الإجرامية بالصوت والصورة والشخصيات التي تدير هذه العمليات تم إحالة الشبكة الإجرامية إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل أجرى وزير الخارجية التركي مولود شووش أغلو اتصالا هاتفيا برئيس حكومة إقليم كردستان مسرور برزاني وحسب بيان صدرا عن حكومة الإقليم قدم أغلو خلال الاتصال الهاتفي قدم تعازيه إلى برزاني والإقليم عموما بوفاة محافظة أربيل فرست سوفي والشخصية المعروفة في منطقة برزان الشيخ محمود الشيخ عبدالله برزاني كما عبر عن تعطفه مع ذوي الراحلين وكذلك جرى خلال الاتصال بحث سبل تكثيف وتضامن الجهود بشأن مكافحة فيروس كورونا ونقش الجانبان تبادل الخبرات بهذا الصدد أكدت وزارة الموارد المائية أن وضع السدود تحت سيطرة وجاهز الاستقبال أي تكميات لإضافية من المياه وقال المتحدث باسم وزارة الموارد المائية عوني ذياب إن السيولة غطت أغلب مناطق ديالة وبعض الوديان التي تحد العراق من الجانب الشرقي مع إيران ويتم استقبال المياه في هورشويجة في واسط أوضحان كميات المياه غير مقاسة لغاية الآن بسبب استمرارها في الجريان كشف وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي عن اعتذار شركات السعودية عن الاستثمار في العراق مشيرا إلى أن ثلاث دول مجاورة قدمت طلبات لشراء محصول الشعير العراقي وقال الخفاجي إن شركات سعودية أبدت رغبتها بإنشاء محطات لتربية الأبقار على مساحة عشرة إلى خمسين ألف دنم في محافظات المثنى والأنبار والنجف إلا أن وزارة الموارد أكدت عدم قدرتها على توفير مياه مستدامة لمدة خمسين عاما ولذلك اعتذرت الشركات السعودية عن تنفيذ هذا المشروع مشيرا إلى أن إيران والسعودية وتركيا قدمت طلبات لشراء محصول الشعير العراقي وستدخل المزايدة التي سترس على الدولة التي تقدم أسعارا أعلى من غيرها كشفت شبكة بي بي سي البريطانية في تقرير لها أن الضربات الإسرائيلية التي طالت دمشق مؤخرا تزامنت مع زيارة قائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قآني إلى دمشق للقاء الأسد وأوضحت شبكة أن قآني قام الأسبوع الماضي بزيارة إلى كل من سوريا ولبنان والعراق التقى خلالها بشار الأسد وحسن نصر الله ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي ومجموعة من قادة الفصائل المسلحة العراقية وذكرت بي بي سي أن الزيارة تزامنت مع الضربات الإسرائيلية لمواقع للنظام السوري وغفيلق القدس الإيراني في دمشق مشيرة إلى أنه لم يتضح إن كانت المواقع المستدفة هي ذاتها التي زارها قآني أم لا قالت صحيفة الجارديان البريطانية إن وزير الداخلية الليبي فتح بشاغة يقود حملة لكي يقود ليبيا ويبحث في هذا السياق عن دعم فرنسي قبل الانتخابات وأضافت أن بشاغة أنها رحلة استمر ثلاثة أيام أدفها الحصول على المودة والصدقة مع فرنسا في وقت يستمر فيه اتفاق وقف أطلاق النار المؤقت ويتنافس قادة البلد على دور قيادي والتقى بشاغة في باريس مع وزراء الخارجية والداخلية والدفاع ووقع مذكرات تعاون أمنيا مع فرنسا وشاركت شركة النفط الفرنسية توتل في النقاش وتوسع نشاطات التنقيب دعا الرئيس التركي رجب طيب أردغان الاتحاد الأوروبي للوفاء بالوعود المقدمة لتركيا من أجل تأسيس تعاون أوثق ومثمر أكثر جاء ذلك في اتصال مرئي أجره أردغان اليوم مع المشاركين في مؤتمرات نظمتها فروع حزب العدالة والتنمية في عدة ولاية تركية وقال أردغان مخاطبا القادة الأوروبيين أوفوا بوعودكم التي قدمتموها لبلادنا بدءا من العضوية الكاملة وحتى ملف اللاجئين لنؤسس معا تعاونا مشتركا ومثمرا أكثر ختام الموجز مشاهدين الكرام شكرا لكم وإلى اللقاء اشتركوا في القناة